ولا ما حيجي لك في مدارس تكنولوجية ولا حيجي لك في هو منطقه هو الطفل من أول ما في فيديو موجود أكيد كلكم شفتوه الصينيين طقت في دماغهم كده رأسهم وألف سيف إنه يبقوا متقدمين في الباسكتبول يا عم انت خليك في الجنبازو لا الباسكت لو تشوفوا الفيديو الأطفال اللي عندها أربع سنين وخمس سنين بيدربوهم باسكتبول ازاي؟ تعرف إنه بعد عشر سنين الصين دي هتاخد كل مداليات الباسكتبول هي ما فيهاش على فكرة ما بقاش فيها كيميا ولا بقى فيها صعوبة اللي انت محتاجه مش هتلاقيه غير ما تجهزه عيال نوابغ في الرياضيات عيال نوابغ في العلوم عيال نوابغ في الرياضة كل دول يطلعوا يعملوا لك صفوة الصفوة ويقدروا يساعدوك في حاجة زي دي ان شاء الله يعني تكون دي بداية إن احنا نزق قوي القطاع ده ونشتغل عليه جامد ونقدر إن احنا نعمل فيه أشياء بما إن الحمد لله وأنجزنا وعمليم بنية أساسية جيدة نبني بقى فوقيها لأن البنية الأساسية دي زي ما الدكتور عادل كان بيقول ما لهاش المعلومات لا معنى لها إلا بتحليلها إلا بترابطها إلا بالاستفادة بيها يعني أنا مثلا قبل ما دخل في موضوع التكنولوجيا المعلومات والدفالوبرزو اللي مش عارف إيه بتاع دخلت على الراجل بتاع الزكاة الصناعية يا عمي قل لي أحسن دولة رحمة ديني وبالصوت عندهم كم بقال لي بمرتبوا هدي رح قيل لي خلصني بص العيل الصيني ده المفروض لو عايش في أمريكا عايش في الهند عايش في الصين عايش في أي مكان هو المفروض المسألة ديت هم مش بتاعتهم خالص لأ فيه كمان البنات اللي بيقلبوا الكرة من بين رجلهم دولوا بتاع التدريب قد إيه سعة اتنين هي مسك الكورة تاك 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 Death أنت عملت إيه بقى عشان تطلعلي المواطن ده أو الناس دي أو الحاجات دي كل ده مهم نطلع في فيصل إعلاني ونرجع ثاني النهاردة عندنا حلقة مهم ان شاء الله يعني هختصر اوي في الفقرة القادمة وقدم لكم اخبار كتيرة بس الموضوع ده هام موضوع ان حضراتكم تشوفوا وتفكروا فيه وزي من رئيس قال دور اولاء الامور مهم انت من صغرق الوقت حبيبه في الرياضيات الوقت حبيبه في العلوم اقتصد من حياتك وبتاع وشوف له كمبيوتر بالقسط وبتاع يبقى عنده وشوف السكيلز بتاعته وطور ده جواه علشان يحب الكلام ده انما لو هو بيلعب كورة في الشرع ده حاجة حلوة طبعا يلعب كورة في الشرع طول الوقت ده شي جميل انا بقولش حاجة وحشة عشان يجي يقولك انت بتشتم لا ما بتشمش كورة يلعب كورة بس في حاجات تانية في الحياة ممكن تتعمل وتعمله مستقبل كويس هو لو صلاح ينزل الشارع يعني لو انت شايفه موهبة عظيمة جدا خليه يلعب كورة بقى وبتاعه هيه انما لو اشتركوا في القناة